الخبر الأول اللي عدنا عن ريدر وياسو قصفهم الماريانا فمصطفى ريدر نزل على حسابه بالإنستجرام شوية ستوريات يقول بيها انه بعد ما استغليت اسمي على مديجيب والمشاهدات روحوا حاليا استغلوا اسم ياسو للمشاهدات طبعا ياسو ايضا اخذت هذا الستوري وحطته على حسابه بالإنستجرام وكتبت لولد طبعا هذا الستوري نزل بعد ما مريانا نزلت مقطعها باسم ياسو على مديجيب مشاهدات من وراها فصراحة واضح0% ريدر يخصد مريانا عليك يا اننا حطووا ماذا للإستوري شوفو أيما قال عليها نعم اجبت مشاهدات من ريدر يالا يالا بسرعُ البسرع عند اسمي اسو بسرع على اسمي اسو بسرع الكل يكتب اسو باليوتوب فكتبونا ب الاقون تأتي حبائب هل ترى مريانا فعلا استغلت اسم ياسو للمشاهدات او لا الخبر الثاني عن مفاجأة اليوتيوبر فاول اليوتيوبر اللي عدنه نور مار فنور نزل على حسابها بالإنستجرام شوية ستوريات يقول بيها ان يوم الثلاثالح ينزل مقطع رهيب وخرافي وحتى يا رمار ايضا نزلت على حسابها بالإنستجرام شوية ستوريات هم تحمس بيها الناس فراحطوكم الستوريين هذولا شوفوها يا جماعة الخير خلصناكم حاليا فيديو في تاريخ اليوتيوب العربي مصر احكي لون صاحبه ابدا ها اول مرة بتشوفوا ايك شي يا جماعة يوم الثلاثالح رح تشوفوا شي رح يوقف شعر جسمكم جد يوم الثلاثالح سيكون جزاء قناة تنسي يا جماعة جد اول مرة بشوفيك شي الصراحة يوم الثلاثالح كل ما هونالك انك تشترك بالطابعون والتابع اللي متابعينهم وتشارك وتحط منشنات وحركات فيا الله يا جماعة نغماغ نزلي لكم عفوا يوم الثلاثة حين حينزلكم فيديو كتير كتير حلو كنوا جاهزين للفيديو الرائع جدا وما حدا ساوى لسا اشتركوا في القناة فاحمد نزل على حساب الانستغرام شوية ستوريات حجبها على هذول اليوتيوبر والصراحة اتفق ويا 100% فاعتمنى هذه الرسالة تصل لكل هذول اليوتيوبر طب رحطوكم الستوريات على المتعرفون هو شنو قال عليهم برضو كمال ايش ياخي ملاحظين اليوتيوب صاير ممل ما في اكشل ما في حدا بيطلع بيسبع حدي ياخي ما لكم يا جماعة اشتغلو اشتغلو شوي عملكوا حركة حد حد يطلع يفضل حد ايه بيسان و جواني ايش صار ليش هذيتو كنت عاملين شوي الجو انو صحيح القصة صخيفة كلها بيسان بيفضح جواني جواني تفضح بيسان بس ياخي كان فيه هيك متعة كان فيه متعة حلوة لما تشوف جواني كل يوم ثبت منزلك اغنية منزلك دست ياخي والله بتحس هيك شوية اكشن صح؟ ونور ستارز بطلت تعمل فيديوهات متخلفة صارت عادي فيديوهات عادية واناس واصالة بطلوا بطلوا يعملوا اي بطل ياخي اعملوا احتفال ما بعرف اسم المولود على برج خليفة كمان يلا سويلكم شغلة ياك زي يا زلمة حتى احمد حسن صار محترم وكوي مرته تحجبت وهيك صاروا محترمين وكل شي ايش فيه ياخي ارميها في المسبح ارميها من الطابق العاشر ايشي سويلك ايش يا زلمة ايه للمعلومة بس هو حذف هذه الستوريات بعد 22 ساعة من نزولها الخبر الرابع اللي عدنا عن نارين بيوتي و موفلوكس ومسلسلهم مال الصلح والمعركة ما زال مستمر فنارين نزلت على حسابها بالانستجرام هذا الفيديو اللي كان ببيت موفلوك واللي من الواضح انه تريد توصل رسالة انه ما بينها وبين موفلوكس ايشي من خلاله واتوقع هواي يقتنعوا من هذا الشي من هذا الفيديو انه ما بيناتهم شي ولكن لو فعلا هذا الكلام صحيح ليش مينزدون ستورية بعض او ايشي واضحون بيه للناس انه ما بيناتهم شي وبس والله انها وصلنا لنهاية المقطع اتمنى المقطع اجابكم لا تنسوا ان تحطوه لاك اشتركوا بالقناة تشاني او كوفياتي زيان بقاطة من الملكة للقصص وبس مع السلامة